يعني أنتُ عايزين إن الستات؟ لا 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 إحنا.. إحنا بقينا فصيل كده هاقولك على حاجة والله هو اختلاف التفكير للأسف بيعمل مشاكل اختلاف الست بتفكر فعلاً زي ما قلت كده بالعطفة ورجل بفكر بماضي اللي ممكن حل مشاكلنا كلنا إننا نقبل بعض زي ما بنقول كده نقبل الانفصال إننا نقبل بعض عفك يا دي صح يعني أنا من خلال حلقتنا مع الدكاترة النفسية فعلاً موضوع التقبل ده إن أنا أتقبل إن أنا في عيوب يعني حتى مع جوزي أو شريك حياتي أو خطيبي لازم أقول له مثلاً أنا عندي العيب 1-2-3 وهو لازم الراجل يعترف يقول لها استاستحمليني في واحدة استاستحمليني في اتنين خلي بالك أنا إيه عصب شوية خلي بالك أنا أحياناً مع والدتي ما بقدرش أزعلها فما تفتكر شخصتي ضعيفة يعني الحاجات دي إحنا بندريها في الأول ودايماً بنبان بالشخصية الكاملة المتكملة عشان إحنا مش عايزين نبان من قدمين ما هو بقية تعالي بقى أنا نلضمها في حتة تحب نفسك ما إنت لما تحب نفسك وتقبل نفسك بجد بعيوبها إنت هتبقى قادر تقبل البن آدم اللي قدامك بعيوبه بعيوبه لأن إنت هتبقى عارف إن هو بني آدم إنت بس هتوقف كده أنا قادر أقبل العيوب دي ولا لأ قادرت عايش مع العيوب دي ولا لأ صح هنا ساعتها خلاص قابلت أنت خلاص معي ما قابلتش معي ما قابلتش معي لا مش ما تتكلمش لا قصي ما دام أنا قابله خلاص بس أنت فعلاً أنت متقبل عيوبه 90% من شكاة أنت موسيقى موسيقى